نأتي إلى كلمة أخرى وهي كلمة جمالة كلمة جمالة هذه الكلمة قرئت جمالات صفر وقرئت أيضا جمالة صفر إذا نظرنا في هذه الكلمة نجد أنها رسمت بالتاء المبسوطة هذه التاء المفتوحة هذه التي انفتحت وليس لم تنربط الأصل أو الأفضل أو الأجود أو الأدق أن نقول بالتاء المبسوطة ليس المفتوحة لأن التاء المفتوحة يقابلها التاء المضمومة والتاء المكسورة هذا شيء آخر وعندنا بعضهم يقول التاء المجرورة يعني يجر بها القلم جرا هكذا وليس كذلك أيضا دقيقا هذا التعبير لأن المجرورة قد يكون مقابل لها المنصوبة أما المبسوطة البسط ضده الربط فيكون هذا التعبير أنسب والله أعلم فنقول كأنه جمالة صفر إذا وقفنا على هذه الكلمة باعتبار أنها بالتاء المبسوطة كما سترونها على اللوحة نجد أن التاء هنا مبسوطة فنحن إذا وقفنا على هذه الكلمة نقول جمالة ولا نقول جمالة مثلا جمالة هكذا تكون الكلمة في رواية حفص عن عاصم